إذن أي أن أولادي CF يقبل مستقيم مقارباً مائلاً دلتا؟ معادلته هي Y-X-D عند ماذا؟ عند زيد ملانيا أو بجوار زيد ملانيا السؤال دائماً الذي يأتي بعد المستقيم مقارباً مائلاً هو دراسة وضعية CF بالنسبة إلى المستقيم دلتا نقول ندرس إشارة الفرق التي هي F-X-Y على المجال دائماً بمعادة تعريفة ومنصف زيد ملانيا حيث عبارة F-X ها هي وناء وعبارة Y دلتا ها هي وناء إذن تصبحنا F-X-Y يسوينا F-X ناقص دخلوا على هذه ناقص صبحنا ناقص X زيد 2 عندنا هذا مع هذا مع هذا مع هذا يروح المقام عندنا قره موجب يبقى أن المسؤول هو ناقص 2LNX نقول إذا كانت ناقص 2LNX تسوي الصفر السمع ما يمليح أكيد الناقص 2 ما هو هو اللي يسوي الصفر؟ شكل اللي يسوي الصفر؟ أن الناقص 2 عدد الذي يسوي الصفر هو LNX تصبح لي LNX يسوي الصفر ندخل مننا الأسية ومننا الأسية الأسية مع الألان تروح تصبح لي X يسوي لنا أسية صفر اللي هي واحد بعدها نأتي إلى إنشاء هذا الجذول لاحظوا معي إذن عن من تنعدم هذه العبارة عين ده واحد لأن الوغارة المواحدة هو صفر إذن لاحظوا معي إذن F-X ناقص Y من ساش مجموعة تعريف من صفر زيد ملانيا هيا شو كنا نعينها؟ نضرب هذه الإشارة في الإشارة للداخل هذا في ذا وش عطينا؟ طينا ناقص نفس عكس عودة أستاذ هذا في هذا عطينا ناقص منها نفس منها عكس أي أنه CF يقع أسفل دلتا هنا CF يقع فوق دلتا وهنا CF يقطع دلتا فالوضعية سابعا البرهان أن CF يقبل مما سنتي فتح يوازي المستقيم ذو المعادلة إثناني ناقص إكس زايد إيقراجل سفر تخيلوا لدي لو نرجع ثنين وناقص إكس للجهة الأخرى واش صباح؟ صباح أن إيقراجل سيكون إكس ناقص نين اللي هي شكون اللي هي معادلة تعمل تع دلتا آه سمع يمكن أن نجد سؤال آخر البرهان أن CF يقبل مما سنتي فتح يوازي دلتا كلمة يوازي معناها معامل التوجيه معناها نفس معامل التوجيه نحل المعادلة دائما هذه آه فتح لإكس صفر يسوينا واحد آه فتحة شيئة هي عندنا اللي هي جي لإكس صفر على إكس صفر مربع يسوينا واحد أننا عندنا المشتقة نتعنا هي آه فتح لإكس برهاننا أنها جي لإكس على إكس مربع بعدها هاي وينا جي لإكس على إكس مربع وهذا الواحد رجعه منا واحد المقامات تروح هذه مع هذه يصبح المقام عندنا موجب الروح الذي ينعدم هو البسط رجعه منا الناقص الثنين تصبح لثنين آلين إكس صفر يسوينا ثنين نقسم منا على ثنين ومنا على ثنين هذه مع هذه مع هذه تروح يرجعنا آلين إكس صفر يسوينا ماذا؟ يسوينا واحد ندخل الأسية من الأسية منها تصبح لـ x0 يساوي أن أسية واحد هي أ ومن أسية F يقبل مما سنتي فتحة شيء ذي يوازلنا دلطة عند النقطة ذات الفاصيلة الأسية نكمل أولادي نأتي بعدها أبناء إلى معادلة المماس تفتحة معادلة المماس كما تعرفوا هي إجراج يساوي أن F فتحة للأسية في x نقص الأسية زياد F للأسية هذه بلا ما تحسبها رأى نصيبينها شعال واحد أما F لأسية نحسب ونعوضوا في الدلالة تعنا راح نسيب الأسية ناقص 2 ناقص 2 على الأسية لماذا؟ لأن الأسية يساوي لنا 1 نعوضوا راح نسيب المعادلة التعيهية أعفون هنا هنا قلت هنا تساوي لنا y نعتذر هنا y يساوي لنا x ناقص 2 ناقص 2 على الأسية هنا نعتذر هنا ناقص هكذا ها هنا معادلة الممس الآن عندنا ثامنا نتبين أن S F يقطع وحامل محور الفواصل في نقطتين فاصلتهما بيطا وقاما حيث بيطا محصور بين 0.6 و 0.7 وقاما محصور بين 2.7 و 2.7 وهنا 2.8 نعتذر خطأ مطبعي إذن هنا عنا هاوين جدول التغيير تتعى الدلة F لاحظوا الآن عندنا البيطا رهمنا اللي هنا محصور بين 0.6 و 0.7 نقول بما أننا سنطبق مباراة القيم متوسطة بما أن الدلة F مستمرة و متناقصة تماما عن المجال من 0.6 و 0.7 ونحسبه F ل 0.6 و F ل 0.7 و 1 موجب 1 سلب فإن الجداء التحم أقل من 0 حسب مباراة القيم متوسطة فإن المعادلة F ل X 3 0 تقبل حلا وحيدا بيطا حيث بيطا محصور بين 0.6 و 0.7 وحد يقول يا أستاذ وك حلين لا المجال 0.6 و 0.7 كين حل 1 بنفس الخطة الآن مع قاما اللي هو محصور بين 2.7 و 2.8 وكذلك F مستمرة و متزايدة مننا اللي هنا راهي الدلة متزايدة تماما عن المجال 2.7 و 2.8 F ل 2.7 و F ل 2.8 1 موجب 1 سلب الجداء أقل من 0 حسب مباراة القيم متوسطة فإن المعادلة F ل X 3 0 تقبل حلا وحيدا جاما حيث جاما محصور 2.7 و 2.8 أي أنه C F و شدير يقطع X X فتح يعني حامل محور فواصل في نقطتين فاصلتهم بيطا و جاما ثم الآن السؤال اللي بعده استنتاج إشارة F ل X لاحظوا معي يا أولادي احنا قلنا باللي F ل X عن ما تنعدم تنعدم عند البيطا و عند القاما عند البيطا شوفوا شعال 0 و عند القاما الآن من هذه الإشارة ذي زايد وهذه زايد واللي في الوسط نقص هاي بيكم ها شوفوا زايد هنا زايد من نقص هاي بيكم الإشارة وأكيد هذه راحين نحتاجوها أولادي في الجزء الآخر نأتي أولادي الآن إلى الرسم اللي هو دالتا و T فتحة و C F عنا Y دالتا هو المعادلة تعوي Y يسعيون X ناقص 2 استعملوا الجدول المساعد راح يخرجنا هو هذا و T فتحة اللي هو Y يسعيون X ناقص 2 ناقص 2 على الأسية هنا نستعمل الجدول المساعد والنقطة اللي نعوض بها دائما هي النقطة اللي حسبنا عندها معادلة ممس لها الأسية ثم نرسم ممس يوزننا ماذا؟ يوزننا دالتا ها هو هنا دالتا وها هو هنا T فتحة ثم نأتي ها هو هنا لحظوا إذن عندي التقاطع مع محور الفواصل في بيطا و جاما هاي بيطا و هاي جاما عندي القيمة الحدية ألفا محصور بين ها هو هنا ألفا محصور بين 1.2 و 1.3 ألفا الصورة التيعو هي ناقص 1.6 و ناقص 0.93 نقربها إلى هايونا وبعد نديره قيمة الحدية و ها هو لكم شوفوا هابط مع الصفر يلحق له يعود يروح لمن بجوار زي يروح بجوار الدارتا يعني ها كذا و ما ننساش باللي هنا يوش يديني يمس فقط لأن يهبط تحق لهنا نقطة التماز و يعود يروح لمن الدارتا هاي لكم هبط يلحق له يعود يروح لمن الدارتا هذا مكان الذي عنا كذلك الآن العاشرة المناقشة البيانية الوسيطية هناك معلومة قال لك دائما لما يعطينا العبارة مخلطة لازم يجب أن نجد A في X تسوينا شيء فيه أم تسوي حاجة فيها أعطونا العبارة التي هي ناقص 2 في ألن X على X ناقص القيمة المطلقة لأم تسوينا ناقص X زياد واحد و شرأيكم لو كان الناقص X رجعوما و الواحد رجعوما شوفوا واش صبحنا صبحنا العبارة هاد و القيمة المطلقة نديها الجهة اللي مليه تبعوا بالعقل و شرأيكم من وضيف ناقص 1 إلى كل طرف على ها أستاذ بصبح لي X ناقص 2 ناقص 2 ألن X على X هاي لكم تسوينا القيمة المطلقة لأم ناقص 1 هذي شكون هي ها مثل لما قلنا هي F ل X F ل X سينا القيمة المطلقة لأم ناقص 1 أعنا بيكم بل يتكون منقشها كيف هي وفوقها يعني كيف فرحة جينا جينا هاكا ونجو طالعين هاكا نبدأ أولا شكون هي هذي القيمة المطلقة لأم ناقص 1 هناليا عندنا صح لما نكون أسفل هاي ستيلوراه كش ما كمشو أطالع حتى اللي هنا تكون القيمة المطلقة لأم ناقص 1 أقل من F لألفا شوفوا معي من ليه هاي لكم أقل من أم لأف أفن لألفا رجعوا هذا من أ صباح للقيمة المطلقة لأم أقل تماما أفن لألفا زيد 1 الآن نرجع إلى خوص قيمة المطلقة خوص قيمة المطلقة касаемة القيمة المطلقة لأم أقل من أ فإن أم محصر بين أ ونقص أ صباحنا مباشرة أم محصر بين ناقص أفن لألفا ناقص 1 وأفن لألفا زيد 1 هنا لا يوجد حلول علاه أن القلم لما يكون هنا مكشفه آف لما نرجع له شعل كأن من أهل هل حل ح new she'd تكون تكون عندنا القيمة المطلقة لـ am ناقص 1 الحال تسوينا ف للألف هي لي الرجع هذا دائما للطرف الآخر ترجع عندنا مكتوبة القيمة المطلقة له am تسوينا ف للألف زائد 1 ومنه am حال يصبح am يسوينا العبارة هذه ف للألف زائد 1 أو am يسوينا ناقص ف للألف ناقص 1 خوص قيمة المطلقة لما زالي عني يكتب خواست قيمة مطلقة الأستاذ نوردي للمعادلة أشعال حل واحد على أستاذ حل واحد ثم الآن الحالة الثالثة التي يكون يطلع من؟ يعني هذه القيمة التي هي قيمة مطلقة لأم ناقص واحد كبيرة على أف لألفا ها يوين رجع هذا منه تصبح أنه ماذا؟ لما رجع هذا منه تصبح أنه هكذا مباشرة القيمة المطلقة لأم أكبر من أف لألفا زايد واحد ومنه كنحو القيمة المطلقة أصبح لأم أكبر من أف لألفا زايد واحد أو أم أقل من ناقص ألف أف لألفا ناقص واحد للمعادلة حلانة ولازم هنا تكونوا تعرفوا خواست قيمة المطلقة نأتي أولادي كذلك إلى الحالة أف لإكس سعيننا أف لأم هنا مع أم قيمة مجابة هذه تسمى منقشة أفقية عمودية هذا المناقشة الأفقية العمودية لاحظوا معي كيفاش لاحظوا هنا إلى المنحنة شوفوا معي مليح هذه لازم تعرفوا باللي أف لأم تمشي هكذا شوفوا معي مليح وآم يمشي هكذا هذه اللي لازم تعرفوها صحة لما تكون أف لأم تساوينا أف لألفا أم شعر يكون أولادي أم دايما يمشي عمودي أم يكون هك شعر يكون ألفا إذن أف لأم تساوينا أف لألفا أم يساوي ألفا لاحظوا هنا أولادي كين تقاطع وحيد إذن كين للمعادلة حل واحد نزيد نطلع شوي شوفوا غير نطلع شوي يظهر زوج تقاطعات ها هو واحد وها هو الأخر حتى لوين حتى الزيد ماذا يسمع لما تكون أف لأم شوفوا أف لأم كبير على أف لألفا شوفوا كوش إسراء يبدأ عندكم قالمنا ويروحاك وقالمنا ويروحاك لاحظوا هنا تصبح لي أف لأم أكبر من أف لألفا فإن ستيلو الأول شوفوا معي من يقلعه هنا نعتذر من صفر الألفا هنا صفر نعتذر كخطأ مطبعي فقط علىه لأن ها هو من المنحن يقلع من شوفوا ستيلو الأول يقلع من حتى الله والثاني يقلع منه ويروح حتى الزيد من النهاية سما تصبح لي أم محصور بين صفر ألفا اتحاد من ألفا زي ما نهل للمعادلة حلها نجل الآن إلى الحالة جيم اللي هي أم زايد ثنين في ماذا في إكس زايد ثنين آلان إكس تساوي صفر هنا لازم قلنا نجيب ده أف لإكس نقسمه هنا على إكس وهنا على إكس على غيره حذا مع هذا شوفوا أش تصبحنا العبارة صبحنا ذي مع هذا الجزء الجهة اللي مليه شوفوا أش تصبح واش رأيكم أولادي نزيد ندي كذلك ندي ثنين مننا ونزيد إكس لكل الطرف على ها أستاذ باه نطيع في أف لإكس فقط أدو هذا الثنين مننا هاي صبحتنا قصنين ونزيدوا إكس من أو إكس من صبحتنا أف لإكس تساوي لنا إكس زايد أم مناقشة مائلة في المناقشة المائلة هذه المناقشة تكون لها علاقة مع المماس أو المستاقيم المقارب بالمائل أو كلاهما الواحد جولادي هنا ها هو المنحانة التاعي شوفوا سما رح يتمشي هكا القلم التاعي نبدأ وين القيم لنتعامل معها؟ نتعامل مع هذا القيم هذا القيم هذه وهذه هي اللي نتعامل معها سما لما يكون القلم تعي أم أقل منين من ناقص ثنين ناقص ثنين على الأسية لا يجد حول منه لما أم يدي ذا القيمة ناقص ثنين ناقص أسية على ثنين يوجد حل لما أم منين ينتقل منه للهنة شوفوا ستيلو التاعي يقطع زج مرات ها هو واحد وها هو واحد سما أم يكون من ناقص ثنين ناقص ثنين على الأسية إلى ناقص ثنين للمعادلة حلان الآن من ناقص ثنين حتى الزيد منه ناقص على الكين حل هذه الكومولات هنا لا يوجد حلول وهنا للمعادلة حل وهنا للمعادلة حلان ومن بعد منا للفوق بالمعادلة حل الوحد نجو الآن إلى الثالث روماني شرح كيفية رسم سي كا واحد سي كا ثنين سي كا ثلاثة انطلاقا من المنحنة سي أف ننطلقه بالحالة الأولى اللي هي سي كا واحد العبارة التاعه هي كا فا واحد لإكس يساوينا ناقص أف للقيمة المطلقة لإكس مع دي كا واحد يساوينا أر نجمة هنا لازم نتلاحظوا لدي لما نصيب القيمة المطلقة هذه بالداخل كينا حاجز أن هذا الدلاء رهيز وجية شوفوا للمجموعة التعريف تعنا متناظرة بالنسبة إلى صفر إكس ينتمي لآر نجمة ونقص إكس ينتمي لآر نجمة حيث نجيل هنا كا واحد لناقص إكس هذه ناقص إكس تساوي نجيل هنا تصبح لناقص أف لقيمة المطلقة لنقص إكس لكن نحن نعلم أن القيمة المطلقة لنقص إكس هي نفسها القيمة المطلقة لإكس يعني تروح ذا الناقص هذه تروح واش صباحة صباحية نفسها هذه شوفوا معي شاء صباحة الدلاء أي أنه أي أنه كا واحد دلاء تون زوجية عموما في الباكالوري يقول لك بالحق برهنها لكن نقدر نخلي هكذاك وانت تستنتجها باللي رهي زوجية لماذا؟ لأن كا واحد لنقص إكس ري تساوينا كا واحد لإكس أي أنه الدلاء الزوجية المنحنة تها يكون متناظرة بالنسبة لمحور التراتيب أي سي كا واحد الآن نشوفو كيفاش نشرح واش نروح ندلو لدي قيمة مطلقة ننحيها مرة هنا نعلمو أن القيمة مطلقة مرة تنحى بإكس ومرة تنحى بناقص إكس كا واحد لإكس هي نحوها تصبح لناقص آف لإكس كي يكون إكس موجب ما شيء أو يساويه موجب تماما لأن أرنجم وكا واحد لإكس تساوينا ناقص آف لناقص إكس لما إكس يكون سالب الآن هنا يلوكينا بدأ نشوفوا لدي رأي مكتوبة هنا ناقص وهنا قيمة مطلقة سمرا مكين زوج مراحل لرسمه سي كا واحد شوفوا معي في الجهة هذه كا واحد كا واحد لإكس أنه سي كا واحد ناظير سي آف بالنسبة إلى محور الفواصل ما فهمت يا أستاذ تابعوا معي شوفوا هنا المنحنة نتاح شوفوا هذه المنحنة وما قال ليش رسمه هذا المنحنة قال لي كيف يكون يكون شوفوا سي كا واحد ناظير سي آف بالنسبة إلى محور الفواصل شوفوا لو نجي إلى هنا هاو المنحنة نتاعي شرح المنحنة نتاعي ناظير تاعي كيف يكون بالنسبة إلى محور الفواصل معناها راح يكون هاكذا هذا اللول هذا اللول شوفوا معي بليح والأمر الثاني شوفوا شوفوا معي محور الفواصل عليها أستاذ كا واحد لإكس تسوينا ناقص أفل إكس هذا التناظر بالنسبة إلى محور الفواصل وهذا الجزء المحصل عليه نناظره بالنسبة لمحور الترتيب لأن كا واحد زوجية يعني هذا اللي لكم تشوفوا فيه هذا بما أن الدلة الزوجية راح نناظره بالنسبة إلى محور الترتيب يعني يجينا هكذا اسم المنحنة المحصل عليه وهذا المنحنة هذا وهذا هذا هو سي كا واحد أنا شرحت لكم لولا نناظره سي أف بالنسبة إلى محور الفواصل وبعد الجزء اللي تحصلنا عليه نزيد الناظره بالنسبة إلى محور الترتيب يصبح المنحنة نتعيه وهذا الجزئين هذا وهذا لأن دي كا واحد رأي تسوينا أر نجمة هذه ما تنسوها كلمة أر نجمة عنها جزء مننا أو جزء مننا نأتي أولا دي كذلك إلى سي كا 2 لهو كا 2 لإكس تسوينا القيمة المطلقة لأف لنقس إكس مزموعة التعريف يلاي من ناقس ما لدينا الصفر تبدلت نعلم أن بما أن القيمة المطلقة القيمة المطلقة دائما مجابة بما أن المجابة أي أنه سي كا 2 يقع فوق المحور الفواصل لما نسيب القيمة المطلقة خارجا تصبح هذه القيمة كديرة مجبة والشيء الموجب أنه المنحنة يكون يقع فوق المحور الفواصل لدينا F لناقص X ما معنى؟ معنى C F يناظره بالنسبة إلى محور تراتيب هنا شوفوا الفرق بين ذي الكتبة شوفوا معا يمليه بين ذي هنا التناظر بالنسبة لمحور فواصل أما هذه الكتبة لما يكون الناقص الداخل التناظر بالنسبة إلى محور التراتيب ودخلنا رسموه ثم هذا الجزء المحصل عليه نحتافظ ب إذن بالنسبة للجزء الواقع فوق محور الفواصل هنا محور الفواصل والجزء السفلي نناظره بالنسبة لمحور الفواصل لاحظوا معي بالعقل ذلك تشوفوها ونشوفوا الرسم التاح ما تخلقوا لها مولو نأتي الآن إلى C K 3 الذي يسوينا K 3 لX يسوينا القيمة المطلقة لF للقيمة المطلقة لX يعني قيمة المطلقة بره والداخل هناك كذلك بما أن القيمة المطلقة لها الداخل هنا أي النوز X ينتمي الـR نجمة ناقص X ينتمي الـR نجمة حيث K 3 لناقص X يسوينا القيمة المطلقة لF للقيمة المطلقة لناقص X نحن قلنا القيمة المطلقة بالنقص في البطن تروح يعني تسوينا K 3 لX هذا وش يعني يا أستاذ؟ يعني أن K 3 دلة زوجية يعني C K 3 متناظر بالنسبة إلى محور الترتيب لاحظوا؟ الآن هنا رحين نشوفوا كيف نشرح عنا كذلك القيمة المطلقة لF للقيمة المطلقة لX قيمة موجبة أي أن C K 3 يقع فوق محور الفواصل كذلك ينسبل قيمة المطلقة برها هذا القيمة موجبة معناه يقع فوق محور الفواصل أي إذا كان الـX موجب نحو رمز القيمة المطلقة K 3 لX يسوينا القيمة المطلقة لF للX إذا كان الـX سالب يعني اشتدرت أستاذ نحيث القيمة المطلقة تعد داخل K 3 لX يسوينا قيمة المطلقة لF للنقص X الجزء الواقع تحت محور الفواصل نناظره بالنسبة لمحور الفواصل يعني جزء السفلي علاها أستاذ الجزء السفلي لأن القيمة المطلقة هذه أتطلع كل شيء هذه واحدة وعليه ينطبق على CF والجزء المنحن المحصل عليه نناظره بالنسبة لـX لأن K 3 دلة زوجية وشنا نقص دينا خلال هذه الكلام شوفوا ما يمليح لو نبدأ نشوف لاحظوا هاو نشرح لكم بما قال ليش أرسم شوفوا الجزء الواقع تحته محور الفواصل هذا هذا هكذا شوفوا نطلعوا الفوق يسبح لي هنا هذا شوفوا ما يمليح هذا ثم هذا الجزء وش ندلو والجزء الواقع تحته محور الفواصل دلارة زوجية يسبحها كذا هذا ها هو مرسوم قدامكم ها شوفوا قال لي وضحتونكم الجزء ها و سي أف بما أن القيمة المطلقة كل شيء يطلع يصبح لي هذا ها وطلع والدلة التعيكي ديرا دلة زوجية يعني هذا اللي رسمناه ذركاء ناظروه ثان مننا يعني يصبح سي كا ثلاثة هو هذا اللي رسم رسم هذا الجزء وهذا الجزء باللون الأحمر نأتي كذلك أولادي إلى شيء آخر لهو عندنا رسم سي كا ثنين لأن طلبوا منا قلنا كا ثنين لإكس يساوينا أف القيمة المطلقة لأف لنقص إكس واش قلنا قلنا باللي لاحظوا معي يمليح نناظر قلنا سي كا ثنين اللولى واش ندير نناظروا هذا السي أف شوفوا معي بالنسبة إلى محور التراتيب شوفوا هذا الناظروا ها هو شوفوا معي يمليح والقيمة المطلقة هذه التخارجا اللي الجزء السفلي تطلعوا يعني المنحة ننتع نبسي فعما ننتع سي كا ثنين هو هذا الأحمر الأحمر فقط هذا وهذا الآن المناقشة البيانية كا ثنين لإكس يساوينا آلان أم هذه رأي مناقشة أفوقية شوفوا هذه المناقشة الأفوقية ستمشي هك لكن هذا مكان ما تدخلوها هدروا مع الأحمر فقط هنا لما تكون القيمة آلان أم آلان أم أقل من صفر ها هي لكم استيلوها وهدروا مع المنحة الأحمر ندخل من الأسية من الأسية صبح لي آلان تروح صبح لي آم أكبر أو يساوي صفر وأقل أو يساوينا واحد أقل تم من واحد لا يا أستاذ أننا قلنا آم آم رأي قيمة موجبا من المعطيات لا يوجد حلول آم استيلو التعيح بالسهنة صبح لي آلان أم تساوي صفر ندخل الأسية من الأسية من الأسية من الأسية صبح لي آم يساوي واحد للمعادلة حلان نطلع شوي من ناء حتى يا أستاذ هذه شعر الض القيمة إذا كانت هذه أفلي ألفا نظرتها شيء صبح ناقص أفلي ألفا عسرواحكم هذه رأي ناقص أفلي ألفا تعلموا صح الآن السماء من صفر حتى ناقص أفلي ألفا شوفوا معي ندخل الأسية من الأسية من الأسية صبح لي هنا واحد وهنا أم وهنا أسية ناقص أفلي ألفا للمعادلة حلول واش تم أستاذ ها واحد زوج ثلاثة أربعة الآن آلان أم يساوي لنا ناقص أفلي ألفا ندخل الأسية من الأسية من الأسية صبح لي أم يساوي لنا أسية ناقص أفلي ألفا للمعادلة ثالث حول والرهم أستاذ، هذا هو واحد، هذا الزوج، هذا الثلاث الآن اللغة يتم أم كبيرة على أفلي ناقص ألفا ندخل الأسية أم أكبر من أسية ناقص ألفا ناقص أفلي ألفا أشعال كي منحل زوج واحد، زوج واحد، زوج حتى الملانية أهدروا قلت ليم عن منحنا الأحمر، صح نجو الآن إلى الجزء الثالث، الرابع سي لإكس يساوينا أف لإكس لكل مربع دراسة تغييرات الدلة بسي الآن عندنا النهاية، النهاية ما نتقلق معه ليميت، سي لإكس لإكس يقول إلى زيد ملانيها تعال زيد ملانيها، تعال أفلي إكس شعال تفسوي تفسوينا زيد ملانيها، كل ربعها تعطينا زيد ملانيها عند الصفر موجب عند الصفر موجب تعدل لأف شعال زيد ملانيها، كل ربعها تعطينا زيد ملانيها يعني النهاية تعدل لأف وربعه صح نزيد، نتقدم كذلك إلى المشتق هنا ما تنسوش باللي عنها قانون التعالي المشتقة وش يقول يقول F قوة N لما نشتقوها ولادي يسوي أنه N في F فتحة في F قوة N نقص 1 شفوا على ذلك القانون ليحملها ثم هذا ينزل في مشتقة الدخلانية فالدال لم نقص لها درجة شفوا عليها رجية في الباك هذه هذا ينزل في مشتقة هذه فالدال لم نقص لها درجة كانوا عندها 2 سبع عندها 1 إشارة المشتقة من إشارة الجداء وهذا في ذا أما ثلاثنا عدد موجب نكمل الآن نأتي الآن لدي إذن عندنا F فتحة لـ X عندنا المشتقة التعنى تعدل لـ F لهي من موجبة ومن سلبة عندنا F لـ X هاي من الإشارة التعالي هاي هانا جبناها حطيناها الآن قلنا الجداء هذا في ذا هذا في ذا يعطينا نقص هذا زيد هذا نقص هذا زيد سمت ذا لبسي من صفر بيطا ومن ألفا القاما متناقصة تنمي ومن بيطا بالألفا ومن القاما الزيد ملايهم متزايدة تماما جدول التغييرات يعني هنا هابط طالع هابط طالع هنا 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 زيد ما تنساوش باللي F لبسي من صفر صفر كربعه يعطينا صفر ومعه غاما ثان صفر كربعه يعطينا صفر أما هذه تبقى أنه F لألفا الكل مربع فقط غيري أنا نروح للجزء الآخر اللي هو T لأكس سوين F لأكس مربع لاحظوا راح كين فرق بين الكتبات هذه والكتبات التي كنا نقع معها قبل ماشي كيف كيف بين هذه كتبات وهذه الكتبات راح فرق هنا راح كين تركيب شوفوا معايا هذه البنت وهذه الأم كما نسموها لاحظوا معايا جمعة تعريف أهر نجمة نبدأ بالنهاية هو قال لأهر نجمة مع نهرة عندنا ربعة نهاية نبدأ إذن المد تيلي إكس لما إكس يأول إلى الصفر مباشرة تعطينا عاوض هنا بالصفر تعطينا صفر إذن عاوض هنا عند الصفر مجب تعطينا زائد ملنية تبقى زائد ملنية عند صفر سالب عسروا حكم هنا صباحنا لمد تيلي إكس لما إكس يأول إلى الصفر بقيمة سلبة يسعي للمد أفلي إكس مربع لما إكس يأول إلى صفر بقيمة مجب الآن كدقوا القاعدة صفر مجب لما نحطه هنا شيء يصبح صفر سالب صفر سالب كنحطه في التربع يصبح صفر مجب الآن الدل الأم عند الصفر مجب شوفوا شاء تعطيكم زائد ملنية فقط الآن الروح أنه سي تي يقبل مستقيم مقالبا عموديا معادلته إكس يسعي صفر هذا هو التفسير الهندازي عند الزائد ملنية مباشرة نشطة تعطي لي هذه عند الزائد ملنية تساوي هذه عند الزائد ملنية تعطينا أشوفه معي بالأقل النقص ملنية عند النقص ملنية يجيبوها يعطوها للبنت تعوضها للنشطة تعطيكم زائد ملنية عند الزائد ملنية مش حال تساوي النهية تساوي زائد ملنية عند الزائد ملنية تبقى نعوضها عند الزايد من النهاية كي نعوضها عند الزايد من النهاية تبدأ عند الزايد من النهاية معنى كديرا أستاذ أعوض أني اللولة هذه يعطيها للبنت النتيجة اللي يعطيها تلك البنت ويحوزها لها في الجدول تالأم فقط نأتي الآن إلى المشتقة مشتقة التركيب كدير تقول مشتقة البنت مشتقة هذه حطها هنا والأم ديرولها شرطة فقط خال الكلام ما قل له هذا الآن كيف راح نشتق خلال اشتقينا مشتقة البنت هي 2x في a فتحة لx مربع الإشارة من إشارة 2x في a فتحة لx مربع نجيبه هنا a فتحة لx ها هي وينة؟ لاحظوا معي a فتحة لx موجبة وينتا لما يكون x هنا يعني كبير على ألفا لكن احنا نحوز على x مربع نحط هنا x مربع وهنا x مربع ها وحطها لها الأستاذ باللون الأحمر حط لي هنا x مربع وهنا x مربع هذه يخليها الآن للتخلص من x مربع نجذر نجذر مننا ونجذر مننا تخرج لي بالقيمة المطلقة أكبر أو يسوينا جذر ألفا بنخوص قيمة مطلقة لما نحوها في ذا الحالة صبحنا إما x أكبر من جذر ألفا أو x أقل من ناقص جذر ألفا هذه مانتا إذا كانت المشتقى تبحث على الإشارة المجابة نجيل هنا ها هم القيم كانت تنعدم عند ألفا صبح تنعدم عند جذر ألفا ونقص جذر ألفا همزوش قيمة ظهروا عندنا اثنين x نحن قلنا إشارا إشارة جدع يعني عندما عن صفر منا مجب ومنا سالب أما f تنعدم عندنا ناقص جذر ألفا وجذر ألفا تكون موجباتا إذا كان x خارج مننا أو مننا ها هي موجبة وهي موجبة حرب الإشارة ناقص زايد ناقص زايد الدلة من الله ومن الله ومن الله متزايدة جذول التغيولات ها نهبطوا نطلعوا نهبطوا نطلعوا حاجة واحدة اللي عسروا حكم منها أما أن الهال اللي نجي نحسب شوفوا ما يمليح نجي نحسب هنا هنا هذه القيمة لما نعوضها هنا أولا ذي راح تعطيه لي f لألفا عسروا حكم لأن الجذر مع التربيع يروح والنقص مع التربيع يروح تعطيكم f لألفا ف لألفا معناه ما راح يتبدل ولا شيء تيلي ناقص جذر ألفا يساوينا f لجذر ألفا لكل مربع حساب نهاية الفرق هذا عندنا ها هي تيلي اكس وها هي صحة نبدأ ليمت تيلي اكس ناقص مربع زي 2 تيلي اكس قلنا نروح للدلة ف نعوضه بكل اكس ب اكس مربع لأننا تيلي اكس يساوينا f ل اكس مربع أصبح لي ليمت تيلي اكس ناقص اكس مربع زي 2 اكيد نجيب هاي ويناء يروح هذا مع هذا مع هذا مع هذا النهاية هذا لما ينزل تعطينا هذا النهاية صفر التفسير الهندسي على الصروح كمراجي عدة مرات في الباك هذه الكثير يظن أنه مستقيم مقارب هذا ما هوش مستقيم مقارب راه منحنة مقارب لهو منحنة قاما اعطى وهنا التفسير البياني سي تي يقبل منحنة مقارب قاما معادلة تاهو ايقرق يساوينا اكس مربع ناقص نين هاذا نالولاد ما هوش مستقيم هذا منحنة عند الناقص والزيد ما لنهيها للزوجة دراسة وضعية سي تي مع الوضعية كما نعرف أنه من الدرس إشارة الفرق تي لإكس ناقص إقرق عطتنا هذا القيمة هذا راه موجب يبقى أن الإشارة المسؤولة لها هو هذا البسط إذا كانت ناقص ثنين آلان إكس مربع يساوينا الصفر مستحيل هذا يساوي الصفر سما هذا الناقص ثني مستحيل ندخل الأسية منها والأسية منها صباح لي واحد صباح لي إكس مربع يساوينا أسية الصفر وهي أشعال واحد ومنه إكس مربع يساوينا واحد أي إكس إما يساوي واحد أو ناقص واحد نجوم هالإشارة تكون هو المسؤولة عليها قلنا وهذا عند من ينعدم؟ ينعدم عندنا ناقص واحد والواحد هام القيمة كما ندير عين الإشارة أستاذ بما أنها عبارة من الدرجة الثانية إشارة البراني فالدخل لنشوفوا هذا فيه دعطانا ناقص نفس الدخل عكس كيما العبارة الخير عبارة من الدرجة الثانية هذا فيه نفس هاي نفس الدخل عكس فإن الإشارة الفرق تيلي إكس ناقص إقل تبقى نفسها هاي ليكم الوضعية هنا سيتي يقع تحت هنا يفوق هنا يقطع هنا يفوق وهنا تحت وهنا يقطع فقط تولدي نجو الآن إلى الرسم رسم غاما و سيتي شوفوا لحظة من الأولان دوب غاما يرسم غاما هو ناتج عن إنسي حاب لمنحنة دلة مربع لا أستاذ دلة مربع أننا عندنا إكس مربع كي ناقص إلا ثاني شيء يصبح إصبحنا لمنحنة دلة مربع شعاع وشعال صفر مع ناقص اثنين شوفوا كيف هي دلة مربحنا معروفة جهنة الشعاع يشكون هو هو صفر صفر مع ناقص اثنين هذا زيادة ها هو أين يجينا هذا هو المنحنة قاملا يديره بنقاط متقطعة يبقى أننا الآن كيف هي الترسمنا الآخر أي بين عندنا لننا معينين الجدول التاعي اللي هو ليس حاولا اشتماعلك من الحنال جدول التاعيو سجدني سجد من وكنا ومن وكنا يجعikum ثم هاوليكم يجينا مننا هكذا ويطلع ومننا هكذا فلنحن مننا يقع تحتا ومننا يقع فوقها هاوليكم يتقاطعوين يتقاطعو عند الواحد والنقص واحد فقط نجو الآن إلى الأخير لوعطونا FN لإكس وصنعنا إكس ناقص ثنين ناقص ثنين ذي ألن إكس لكل قوة أن على إكس حيث أنوى عدد طبيعي غير معدوم البرهان أن جميع المنحنيات سي أن تتقاطع في نقطتين ثابتة هذا السؤال له جهة ثم مرض في البقاء كالوريا إذن نقول كيفية الإجابة على ذلك سي أن منحنة دل لأف آن أي أنه ماذا إقلاق يساوي أنه FN لإكس كين منحنة وحد أخر مثلا يعني هو قال على الأقل هذا السي أن وكين منحنة أخر يعني طريقة الإجابة وسي أن زايد واحد منحنة دل لأف آن زايد واحد أي إقلاق يساوي أنه FN زايد واحد لإكس يعني نجاوب لهذه السؤال كيف نجاوب عليه بس علموا الفكرة سي أن يقطع سي أن زايد واحد وش يعني؟ يعني أن هذه العبارة أو هذه العبارة ما تساويين أي تقاطع تعزز المنحنة أنه ندير تساوي المعادلتين هذه تساوي هذه ها ندرنا هذه تساوي هذه ها هي وينه FN لزايد واحد وها هي FN هذا مع هذا يروح ونرجحها معادلة صفرية بعدما رجع هذا للطرف الآخر صباحا كذا المقام رهم واحد بما أن عندي المقام واحد يعني عندي مكسر سمعوها إذا عدم بسطوه تروح هذه كذلك 2 مع 2 مع 2 مع 2 مع 2 ونخرج سمعوه راني هنا يمحابس ونخرج آلان إكس قوة آن عام المشترك هاني خرجتها وقل لي واشي يبقى؟ هذه خلاص راحتها 2 مع 2 تبقى لي ناقص آلان إكس وارفدوا كذلك هذه الثنين راح تنسوها اختزلناها مع ثنين يعني قسمت كامل على ثنين راح سمع صباحة هذه مع هذه تروح ارفدوا هذه آلان إكس يبقى واحد عندي جدء أعداد يستيقى صفر واحد فيهم إما آلان إكس قوة أن يستيقى صفر أو ناقص آلان إكس زايد واحد يستيقى يعني إما هذا أو هذا إذا كانت عندي معادلة قوة أن تستيقى صفر هذا الآن يروح عنده الحق يروح أما هذا هذا الرجع هذا مننا كي يرجع هذا مننا شات صباح ما تخافهم صباح لنا واحد يستيقى آلان إكس هاي لكم ندخل مننا الأسية ومن الأسية صباح لنا إكس يستيقى واحد ومننا إكس يستيقى الأسية سماش على القيناة مفاصلة يعني صباح لنا نقطة بي هي واحد وآف آن لي واحد تعطينا ناقص آلان والثانية هي سي اللي هي الأسية وآف آن للأسية اللي هي معناه سي صباح أ والترتيبة التحاكي لما نعوض في الدالة تصبح لي ماذا صباح أن الأسية مربع ناقص ثنين في الأسية ناقص ثنين على أ فقط أولادي هذا هو كل ما لدينا في هذا الدالة الجد جد رائعة وفي الأخير لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحة مع المتارى وما تنسونا الدعاء كذلك اللي راه يصورنا في الفيديو